السلام عليكم إسرائيل هذا الصاروخ قام أو أدت هذه الضربة إلى مقتل 12 طفلا بالإضافة إلى جرح 30 آخرين وإسرائيل اتهمت حزب الله اللبناني بأنه خلف هذه العملية وأكدت إسرائيل بأن الصاروخ كان قد انطلق من شمال شبعة مباشرة باتجاه بلدة مجد الشمس وبأن الصاروخ الذي استخدمه هو صاروخ فلق واحد وهو صاروخ إيراني الصنع غير موجه رأسه الحربي يصل وزنه إلى 50 كيلو جراما وأن حزب الله اللبناني هو الوحيد الذي يمتلك هذا الصاروخ تحديدا بالإضافة إلى أنهم نشروا أيضا اسم الشخص المسؤول عن هذا الهجوم وقالوا بأنه علي محمد يحيى هو كان مسؤول عن إطلاق هذه الصواريخ وإذا ما ألقينا نظرة على هذا الموقع مجد الشمس في مرتفعات جولانا التي سيطرت عليها إسرائيل في عام 1967 هذه مجد الشمس والمنطقة التي كانت قد سقط عليها الصاروخ هي هذه الملاعب تحديدا وبشكل خاص وأدق وهو هذا الملعب الصغير الذي ترونه هنا تحديدا كان قد سقط الصاروخ وأدى إلى ما أدى إليه في نهاية المطاف وإذا ما ألقينا نظرة من وجهة نظر حزب الله اللبناني من النقطة التي جاءت منها الصواريخ ترى بأنها مكتظة بالمباني المدنية إلى غرب هذه المنطقة على مسافة 620 مترا يأتي هذا المرتفع الذي يبدو بأن هناك رادارا لكنه ليس بيء الرادار الكبير أو الذي ممكن أن توضع له حسابات كذلك المنطقة الخلفية لهذا الموقع الذي استهدف تلاحظ بأن هناك أسواقا هنا على سبيل المثال مركز كبير للتسوق بعض المحالة الأخرى المدنية ليس هناك أي تواجد عسكري في هذه المنطقة وهذا هو الذي يضع بأن هذه المسألة ومرور الصواريخ حتى من هذه المنطقة يضع حسابا كبيرا للأخطاء الحسابية التي ممكن أن يقع بها حزب الله اللبناني عندما يقوم بمثل هذه الهجمات لكن حزب الله رد على هذه القضية وقال بأنه لم يكن خلف هذا الاستهداف أبدا بل إن ما جرى هو أن المنظومات الدفاعية هي التي تسببت بكل ما جرى حيث أن فعلا كان هناك هجوما صاروخيا من قبل حزب الله اللبناني لكن الصواريخ لن تكن متجهة باتجاه مجد الشمس وإنما هذه الصواريخ بمجرد ما دخلت لهذه المنطقة ومرتفعات الجولان قامت مباشرة هذه المنظومة الاعتراضية بمحاولة التصدي للصاروخ ولكن هذا الصاروخ الاعتراضي كان قد سقط بهذه المنطقة وقال حزب الله بأن إسرائيل هي المسؤولة عن سقوط القتلى والجرحى من المدنيين الأطفال إسرائيل طبعا لم تأخذ بهذا الكلام أبدا وتحدثت بشكل واضح أن حزب الله هو الذي كان خلف هذه المسألة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مع قائد المنطقة الشمالية لجيش الإسرائيلي ظهروا هنا في بلدة مجد الشمس البلدة الدرزية وبين الأهالي وهم يحاولون أن يعرفوا تماما كل التفاصيل وما جرى هنا وتوعدوا بالانتقام كذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع زيارته المهمة للولايات المتحدة الأمريكية وعاد مباشرة إلى إسرائيل بطائرته الرئاسية وكانت هذه اللحظات الأولى لوصول نتنياهو إلى إسرائيل لأن هناك قرارات مهمة هو بحاجة لاتخاذها وكذلك نشر على موقع أكس وقال سوف يدفع حزب الله ثمنا باهظا لم يدفعه حتى الآن ووزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت أيضا قال لن يفلت حزب الله من العقاب كذلك رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي عاد مباشرة ليقوم باجتماع مع أبرز القادة الموجودين الميدانيين في الجيش الإسرائيلي وقام بالمصادقة على العديد من الخطط للهجوم البري تحديدا على جنوب لبنان وكذلك أيضا ظهر نتنياهو وهو مجتمعا برئيس الأركان ووزير الدفاع ومستشار الأمن القومي وعدد من القادة الآخرين لاتخاذ القرار الحاسم للبدء بالهجوم على جنوب لبنان وبعضا كانت هناك لقطات قد انتشرت بين الأوساط الإسرائيلية لدبابات المركابة ثلاثة وهي تتحرك باتجاه شمال إسرائيل للإعداد للتقدم على جنوب لبنان كما تلاحظون هنا في إشارة خطيرة بأن هناك عملية برية محتملة من قبل إسرائيل على حزب الله اللبناني وكذلك أيضا أن حزب الله اللبناني من جهة أخرى كما نشرت وكالة رويترز من مصادر أمنية مهمة بأن حزب الله اللبناني قام بالانسحاب من مواقعه حتى على مستوى البقاع وقام بتأمين قادته بشكل كبير لأنه يتوقع أن إسرائيل ستقوم بعمليات انتقامية كبيرة وخطيرة كذلك أن الخطوط الجوية على مستوى لبنان تحديدا الميدل إيست إيرلاينز وغيرها كانت قد أعلنت وأجلت رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت هذه الليلة قاموا بتأجيل الرحلات حتى الصباح الباكر من يوم غد لأن الظروف خطيرة للغاية لهذه الليلة وكذلك أيضا أن بلجيكا وفرنسا والنرويج طالبوا من رعاياهم ومواطنيهم الموجودين في داخل لبنان بمغادرة لبنان فورا أو عدم السفر إلى لبنان بسبب خطورة هذا الموقف والقرار الإسرائيلي المتوقع للقيام بهذه العمليات الانتقامية هو لا يأتي من فراغ هو يأتي بسبب أن حزب الله اللبناني لم يكن فقط قد استهدف مجد الشمس لا أبدا بل أن كل استهدافات حزب الله منذ الثامن من أكتوبر العام الماضي حتى يومنا هذا بحسب ما نشر الماء أو معهد الماء الأمني نشر بهذا الشكل إحصائية مثيرة في الأيام القليلة الماضية أوضح أن أغلب الاستهدافات من حزب الله اللبناني كانت باتجاه المواقع العسكرية ولكن تقريبا 50% كانت تأتي أيضا باتجاه المواقع المدنية تحديدا وبداية هذا الشهر كان هناك استهدافا لحزب الله اللبناني أدى إلى مقتل شخص مع زوجته في ضربة صاروخية باتجاه سيارتهم بهذه الطريقة أيضا في مرتفعات الجولان لاحظ وأن الاستهداف كان في أورتال كما تلاحظون هنا من غارة واحدة بصاروخ ضرب هذه السيارة بدقة عالية للغاية وطبعا في نفس الوقت أيضا كان هناك إعلان من قبل الجانب الإسرائيلي يتحدث بأن صباح يوم أمس كانت هناك طائرة مسيرة لحزب الله كانت متجهة مباشرة باتجاه غاز أو حقل للغاز وهو حقل كاريش للغاز الموجود في البحر المتوسط وكان يحاول استهداف هذا الحقل كما تتحدث المصادر الإسرائيلية وكانت هذه لقطات مصورة للطائرة المسيرة وهي متجهة إلى حقل كاريش على ما يبدو تحاول استهدافه وهي قادمة من تصوير لفرقاطة ساعر ستة الإسرائيلية التي رصدت هذه الطائرة وقامت باستهدافها بعد ذلك وستلاحظ من طبيعة الانفجار أن الانفجار كان كبيرا لهذه الطائرة المسيرة وما يوضح بأنها مفخخة ويبدو بأن حزب الله كان يحاول الانتقام لجماعة الحوثي من الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي رأيناها باتجاه محافظة الحديدة التي ضربت بنا تحتية نفطية وكهربائية وكانت ضربة كبيرة للغاية من قبل الجانب الإسرائيلي كذلك أن هذه التطورات كلها تأتي بعد ثلاثة أيام فقط من تقرير مثير لصحيفة الجريدة الكويتية والتي نقلت تفاصيلها العديد من الأوساط الإسرائيلية مثل الـ I-24 وكذلك الـ Times of Israel وغيرها قالت بأن إيران قامت بتزويد حزب الله اللبناني بأسلحة نوعية للغاية قامت بتزويد حزب الله اللبناني كما تحدثت الجريدة الكويتية بقنابل إلكترومغناطيسية وكذلك أيضا بتوفير لحزب الله اللبناني أيضا قنابلا أخرى وهي من القنابل الانشطارية كذلك وهذه القنابل هي كلها متطورة للغاية الهدف الأساسي من هذه القنابل تحديدا أن في حالة إسرائيل اتخذت القرار وقامت فعلا بمحاولة التقدم على حزب الله اللبناني فأن حزب الله سيستخدم هذه القنابل التي نتحدث عنها القنابل الإلكترومغناطيسية وستقوم بعملية انهاء التيار الكهربائي أو قطع التيار الكهربائي الموجود لدى إسرائيل وكذلك قطع الاتصالات أيضا لدى الجانب الإسرائيلي بين الوحدات العسكرية وكذلك مع الطائرات أي أن الطائرات لن تكون قادرة على عملية التواصل مع القواعد الخاصة بهم وبالتالي هي ستنهي تفوق الجوي للجانب الإسرائيلي كما تحدثت هذه الصحيفة وأن هذه القنابل قد وصلت لحزب الله وبالتالي حزب الله هنا يستغل مسألة مواجهة الجيش الإسرائيلي وبالتالي يتمكن من الانتصار عليه لأنه تدرب كثيرا على المواجهات البرية وحرب العصابات في منطقة وعرة للغاية جبلية وهناك كثير من الأنفاق التي ممكن لحزب الله أن يستفيد منها كذلك أن القنابل الانشطارية التي تحدثت عنها هذه الصحيفة هي قادرة أيضا على الانشطار مباشرة في حالة كانت هناك منظومة القبة الحديدية على سبيل المثال حاولت التصدي لها تنشط المباشرة قبل وصول الصاروخ الاعتراضي وبالتالي تسقط على المنطقة وتدمر المنطقة بالكامل وهذه خطة دفاعية لحزب الله اللبناني هائلة للغاية من خلال امتلاكه لهذه الأسلحة لكن ما هو مثير مما ذكرته الجريدة الكويتية هنا بأن هناك خطة لدى جبهة المقاومة بشكل عام الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا وحزب الله هو الخطة أن يتقدموا وأن يقوموا بتحرير مرتفعات الجولان صدق أو لا تصدق وكذلك أن يسيطروا أيضا على الجليل الأعلى الذي استهدفته كثيرا إسرائيل وبالتالي استهدفه كثيرا حزب الله اللبناني عفوا وبالتالي تغيير الخارطة بالكامل إعادة مرتفعات الجولان لسوريا وواضح جدا لأننا نتحدث الآن عن مجد الشمس التي كانت قد استهدفت يوم أمس في هذه المنطقة وكذلك أورتال التي تحدثنا عنها وهذه المنطقة ضربت كثيرا وبالتالي يبدو أن الأرضية تهيئ من قبل هذه الفصائل لتحقيق مثل هذا التقدم وهذه تعتبر نقطة وإشارة خطيرة لإسرائيل وبدأ التصعيد باتجاه هذه المناطق كذلك أيضا لا بد من الانتباه أن كل هذه التطورات تأتي بعد زيارة سرية قام بها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني بداية هذا الشهر تحدثت عنها مهر النيوز زار فيها لبنان وسوريا والعراق واجتمع بالفصائل المسلحة وخطط تماما لطبيعة الترتيبات بالتالي كل الترتيبات التي نتحدث عنها يتأتي بعد هذه الزيارة تحديدا مما يوضح الترتيب الإيراني الكبير لكن أيضا في نفس الوقت ما هو مثير في الجهة الأخرى وليات المتحدة الأمريكية تحديدا حاملة الطائرات العملاقة ثيودور روزفيلد التي كان من المفترض أن تكون الآن في البحر الأحمر اتضح من خلال صورا للأقمار الصناعية حديثة بأنها الآن موجودة في الخليج العربي وهذه حاملة الطائرات بعدما جاءت من اتجاه ماليزيا من ملاكة تحديدا إلى سريلانكا تواجدت في البحر العربي قبل أن تذهب أو أن تذهب بهذا الاتجاه إلى البحر الأحمر ذهبت مباشرة أو تتمركز طبعا في هذه المنطقة للدفاع عن إسرائيل من أي هجمات من جماعة الحوثي تقوم بالرد على جماعة الحوثي وردعهم من كل الهجمات التي يقومون بها المفاجأة أن حاملة الطائرات الآن متواجدة باتجاه إيران لتعطي رسالة كبيرة لإيران بأننا متواجدون بقوة كذلك يجب الانتباه بأن وجودها هنا أيضا يرسل رسالة للفصائل العراقية أي تصعيد كبير من الفصائل العراقية سيعني أن ثيودور روزفيلد حاضرة وبقوة في عملية ردع أي تصعيد كبير إقليمي لأنهم يعرفون تماما أن إيران كانت واضحة أي هجوم على جنوب لبنان ستشتعل المنطقة وجبهة المقاومة ستشتعل أيضا بوجه إسرائيل بالتالي نحن أمام ظروف استثنائية بعد هذا الاستهداف الذي جاء على مجد الشمس وتطورات سريعة للغاية من الممكن أن نرى تطوراتها خلال هذه الليلة أو حتى الثمانية وأربعين ساعة القادمة بحسب القرار الإسرائيلي المرتقب لكيفية الرد على ما ممكن أو على الهجوم الذي جاء من حزب الله اللبناني ترجمة نانسي قنقر